أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولتنا الصحافية لهذا اليوم من صحافة حول العالم تقول صحيفة العرب اللندنية الأردن قلق من تغيرات ضاغطة على الوضع السوري صارت تطورات الوضع في سوريا تثير قلق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في الوقت الذي لا يزال فيه البلد يبحث عن الصيغة التي تمكنه من مواجهة هذه التطورات فهل يواجهها بتطبيع العلاقة مع سوريا تطبيعا كاملا أم ينتظر خطوات دول الإقليم وخاصة السعودية ليحدد وفقها مدى الاقتراب من دمشق أو مدى الابتعاد عنها أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وجود تواصل بين بلاده وسوريا وروسيا بشأن المخاطر الأمنية على حدود المملكة جاء ذلك خلال لقائه شيوخا ووجهاء وممثلين عن المجتمع المحلي في البادية الشمالية وفق بيان للديوان الملكي تقول أوساط سياسية أردنية إن الأردن صار أقرب إلى الرهان على خيار التقارب أكثر مع سوريا وروسيا لحل المشكلة الحدودية في مرحلة أولى وفي مرحلة ثانية معالجة موضوع اللاجئين والتمهيد لعودتهم دون انتظار مسار إقليمي أو دولي لحل هذه القضية التي تراكم الأعباء عليه خاصة بعد تراجع المساعدات الدولية ترجمة نانسي قنقر